ليه مرهوان عطيات غير النهاردة؟ مرهوان من المباراة الماضية مباراة كتير جداً كولر عنده أزمة كبيرة جداً فيه مشكلة فيه بعض الصور لو جاهزة معنا مش جاهزة تجهز عبل ما نتكلم على مرهوان عنده مشكلة كبيرة دفاعية في المنطقة اللي قدام الـ 18 أو في المنطقة بصها كريم دي المنطقة اللي تم تسجيل منها الهدف النهاردة دي في مباراة اليوم هاتلي السورة اللي بعدها على طول مباراة البلدية طب تعالنا نروح في مباراة الزمالك وبصوا على الصورة اللي تحت بعد من كورر تدت هنا مفيش حد حامل منطقة دي خالص المنطقة المواجهة للمرمى سأجهة 18 أو على خطة 18 روح للصورة اللي بعدها نفس المشكلة نفس الأزمة الرجل اللي قاعد في المنطقة دي كلها قاعد فاضي وهتعمل مشكلة للأهل بعد شوية اللي هيتسجل منها الجول اللي تم الغاءه الكورر اللي بعدها كانت في كاس العالم للأندية بصها كريم الكورر دي تم تسجيلة بص الاتنين وقفين ففي مشكلة عند مرسل كورر في حماية المنطقة اللي أمام الاتنين مدفعين طب مين المسؤول عنها في الشكل بتاع النادي الأهل ونجيب اللقطات اللقطة بتاعت مروان في كلامه مع كورر مين المسؤول عن المنطقة دي العيب مركز ستة اللي هو مروان عطية بص جابه هنا جابه هنا في قبل نهاية الشوت الأول على طول جابه اتكلم معاه بيقوله ان المساحة كبيرة جدا جدا بيتحرك فيها أكرم لوحده فعايزه يدي المساحة ويشتغل معاه أكرم بعرض الملعب علشان يقفلوا ويقللوا المساحات قدام الخط الدفاعي بتاع النادي الأهل ويدوا حرية وحلول في عملية التمرير طب تعالوا نروح بقى اللقطة اللي بعديها في لقطة الهدف شوف الهدف جيم نين الكرة اتحطت تصويبة من بالقدم اليسرى التصويبة قوية جدا بص منطقة الحماية بص يا كريم نفس الأزمة نفس المشكلة المنطقة المواجهة بعدها مباشرة بخمس دقايق أو بست دقايق مجرد ما لعبت النادي الأهل أنهيت الإحماء راح مغير مرسي الكولر مروان عطية وده كان السبب لأنه ما قدرش ينفس لما بعد شوية نتكلم على أكرم توفيق كريم هواريك إن أكرم هو اللي كان بيعمل كل عملية الضغط وشغل الدفاعي في نفس الوقت واحدة من أقل مباريات مروان وده السبب إن مروان اتغير النهاردة وده السبب إن الرجل كان متدايق جدا من مروان مروان نفسه لما راح قاعد على الدكة كان زعلان جدا من التغييرة مش زعلان من الرجل بقول لي أكرم توفيق أكرم توفيق أكرم لما نجيب اللقطات بتاعت أكرم أكرم توفيق في آخر سبعة مباراة هو أفضل لعب النادي الأهلي في عمل عملية الضغط العكس أفضل لعب النادي الأهلي في استعادة الكرة في النص ملعب الفريق المنافس أفضل لعب النادي الأهلي في إنه يقدر يقطع ويعمل وورك ريت كبير جدا في وسط الملعب هتقي إنه طول الوقت أكرم من ناحي المين من ناحي الشمال بيكمل في النص الأمامي هو اللي بيقدر إنه يحافظ لنادي الأهلي دايما على السكن دوغ البوسة كريم عملية الحماية لو أكرم مش عامل ده هتبقى مشكلة كبيرة جدا للنادي الأهلي أدي التانية اللي بعديها التالتة دي كرة طبعا بتاعت اللقطة بتاعت الإصابة ماشي هات الحلال اللي بعديها على طول أكرم هو أكتر لعب في النادي الأهلي يا كريم قادر يحافظ للنادي بس هنا كريم عملية الضغط العكسي بيستعيد الكرة في منطقة الخطورة وكان أول تهديد مباشر للنادي الأهلي من كرة بدايتها هي أطعف منطقة خطرة جدا من الضغط العكسي اللي بيعمله أكرم توفيق وهنا برضو هتلاقي أكرم هو اللي عمل عملية الضغط هو اللي بيحافظ النادي الأهلي دايما على الكرة فين في التلت التاني من ملعب المباراة أو في ملعب المنافس دايما بيعمله أكرم توفيق ده اللي كان مخلي كولر غاضب جدا انه اكرم هو العمال بيعمل أنا جبتلك القطات من الشمال والقطات من اليمين والقطات في التلت الأخير كلها اكرم توفيق فاكرم واحد من نجوم المباراة الناردة امام البلدية وده اللي أنا ربطته من شوية بانه الرجل ما كان شراضي على ده مرة وانعطي